تقلبات شديدة تتعرض لها أسعار الغاز الطبعي الأوروبي على خلفية المخاطر الناجمة عن إضرابات عملية في استريليا وتأرجحت العقود الآجلة القياسية بين خسائر محدودة وارتفاعات في وقت تسابق فيه شركة شيفرون الزمن للتفاوض حول اتفاق مع النقابات العملية وتفادي التهديد ببدء إضرابات عملية في محطتين كبيرتين للغاز الطبعي المسال تأثير مواصلة الإضرابات في محطتي جورجون وويتسيتون سيكون محدودا للغاية بالوقت الراهن قبل بدء زيادة الطلب على الغاز المستخدم بالتدفئة إذ تتعافى وردات الغاز الطبعي المسال في أوروبا في أعقاب تراجعها ما يسهم في تعويض خفاض تدفقات الغاز عبر خطوط أنابي قادمة من النرويج وسط موسم الصيانة ورغم ذلك ما زالت السوق على أهبة الاستعداد لأي نقص بالإمدادات لفترات طويلة من جانبها أشارت وكالة بلومبرج إلى أن سوق الغاز الطبعي المسال ما زالت هشة وتسودها حالة من الرضا بدرجة مفرطة لكن مشكلات الإمدادات قد تنجم عنها تحديات في هذه الأثناء يتوقع للتحاد الأوروبي أن تقلس بلدانه واردات الغاز الطبعي الروسي إلى 40 مليار متر مكعب مقارنة بـ 80 مليار متر مكعب العام الجاري وفق ما ذكره نائب رئيس المفاوضية الأوروبية رغم ذلك يبدو أن الاستغناء عن الغاز الروسي نهائيا ما يزال كأنه مهمة مستحيلة